اشادة دولية من كل الوفود امبارع ان مصر بتعمل المستحيل وبتصنع المعجزات بإذن الله وهو ده هي دي بداية مصر او الجمهورية الجديدة خلي بالكم البطولة دي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي صدقوني لما الرئيس بيحط يده على حاجة بتختلف كتير جدا لازم ناس تعرف ان ميدان الرماية ده رقم واحد في العالم فخر ايه اللي احنا نقول احنا عمدنا ميدان الرماية رقم واحد في العالم لو اتكلمنا على مصر وتطور مصر في الرياضة في اخر سنتين تلاتة بتختلف تماما بتختلف تماما ليه؟ لان تنظيم البطولات دي اللي احنا بننظمها ده دول بتيجي مصر مصر امنة 100% مصر السياحية متواجدة مصر الجديدة بتطلع قدام العالم وكالات الانباء بتني الاحداث المصرية بتني الاحداث العالمية من داخل ارض مصر صدقوني كل وكالات العالم والانباء العالمية بتتكلم على الاحداث دي وده الاهم في الموضوع مش الاهم اللي احنا ننظم بطولة الاهم نحط مصر فين؟ في وسط العالم في الرياضة هي دي صورة مصر اللي احنا محتاجينها طول الوقت اللي احنا بنتكلم عليها دائما وابدا هي صورة مصر امام العالم لو رجعنا بالزمن سبع تمن شهور وراء عشر شهور في شهر يناير نظمنا كاس العالم او بطولة العالم لكرة اليد في مصر مفيش احلى من ان اليابان تاخد تجربة مصر الفقاعة الطبية واتطبقها في الولمبياد خلي بالكم انا بقولش كلام ده حقيقة اليابان جت عملت محاكاة داخل مصر وجات تشوف مصر نظمت ايه وجات تعرف احنا عملنا ايه في الفقاعة الطبية وقدرنا نعدي بكل البطولات عندنا بطولات كتيرة جدا بطولات عالم للخماسي وبطولات للناشئين في الدرجات وبطولات 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 حاجة جميلة جدا 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 ان الكم الاستضافة للبطولات دي هي اللي بتدينا الانتباع المهم للبلد درجات رماية خماسي حديث حاجات كتيرة جدا 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 كل ده في عصر كورونا واحنا بلدنا ورجال بلدنا ما بتفرقش معاها حاجة بصراحة المصري لما بيتحط في الموضوع ويبقى مسؤول فعلا بيكون الموضوع مختلف وبيطلع حاجة جميلة جدا لكن الإشادة لبطولة العالم واللي حصل انبلح واللي اسعدني شخصيا عدت منبهر بافتتاح رائع يليق باسم مصر